اشتركوا في القناة طلعوا معي التنوع الحضاري اللغات القيم والعادات الديانة وطريقة المصافحة إلى آخر شعن تنوع حضاري تعد التنوع بين المختلف الحضارات والثقافات زي اللغات والاديان والعراق والعادات والتقاليد تختلف مجالات التنوع الحضاري في العالم هي النحو الآتي في عندنا التنوع الديني معظم العالم هي بالديانات السماوية الثلاث الإسلامي والمسيحي واليهودية وفي ناس بتآمنوا شوف ديانات من مرة على دينيون في عندنا 22% تنتشر في الدولة المجتمع أكثر من ديانة الهند أكثر الدول تعددان في المعتقدات والاديان والمسيحية والإسلامية واليهودية والهندوسية والبوذية اسف الآديان في العالم في عندك المسلمين 23 المسيحيين 32 الهندوس والبوذيون واللادينيون هذولا يعني بحدود النص واليهود اليوم واحد بالمية ومسيطرين على العالم بهاي الطريقة تنوع اللغوي تعددة اللغات تحدث بها سكان العالم وأوجد أكثر من وسط معنوي للتبادل الثقافي فيما بينهم ولسرعة انتشار اللغات يتصف بعضها بالمحلية تنتشر في الدولة أو إقليم معين زي اللغة المحلية يعني هيك المعنى زي اليابانية تحدث بها سكان اليابان دون غيرهم ويتصف بعضها الآخر بالعالمية حيث تنتشر في أكثر من دولة زي الإنجليزي والعربي والروسي والفرنسي والصيني والإسباني وهي اللغات الأمم المتحدة تنوع العرقي سكان العالم بيختلفوا في الوصول العرقية والقومية في دولة عدد فيها العراق والقوميات زي الولايات المتحدة الأمريكية وبعيشوا مع بعض في ظل نظام سياسي موحد العادات والتقاليد بتتنوع وتختلف المجتمع إلى آخر زي الطعام والشراب والزي والأفراح والأحزان طرق التحية وغيرها برغم من ذلك أدى الحوار الحضاري بين الأمم والشعوب إلى تبادل بعضها وتناقلها بغض النظر عن نظرتها إليها أثار التنوع الحضاري في العالم في عندك أثار إيجابية وأثار سلبية نطلع الأثار الإيجابية بتقدم المجتمعات وبثير التفاعل الثقافي وبتتبادل الخبرات والمشارك عشان تبني الحضارة الإنسانية وتواجه التحديات لبتعترض سبيلها ما شوهد الدالة على ذلك الحضارة العربية الإسلامية قدمت للعالم رسالتها السامية وتسامحت مع الأديان وأكدت على حرية العبادة كلية هاي أخذوها يعني صفات من هاي الحضارة فتبادل هات الخبرات وأخذوا هذا القيام الإيجابية في العالم طيب أثار سلبية زيتنا والحضاري خلى الأمم على مواكبة السير والتحض التقدم يعني إن هذولا بيختلفوا علينا فإحنا ما بنتعامل معهم فأدى يعني زي ما نقولها تأثير سلبي خلى الأمم عاجز عن مواكبة مسيرة التقدم والإزدهار ومواجهة التحديات وتجل ذلك في الانغلاق اللغوي والديني والفكري والعرقي ودفعها نحو إثارة النعرات الطائفية والحروب الأهلية والدينية والعرقية تباني النازع الانفصالية وتفتيت الدول وتنتهيك حقوق الإنسان الشوهد الدالة على ذلك نتفكك الإمبراطوريات والدول العظمى عبر التاريخ سكان الوطن العربية في فلسطين بامتلك إرث حضاري متنوع في الدين واللغة والعادات والتقاليد والعرق بعد الأقدم العصور وعززت وحدة الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك وهذا أفشل كثير من المخططات الدولة الاستعمارية لسعات إلى إثارة الفرقة بين أبناءه تحت شعار فرق تسد الجهود الدولية في تعزيز التعاون الحضاري في العالم هذه منظمات الأمم المتحدة أصدرت قرار إن هذا مصدر للتبادل والتجديد والإبداع وضروري للجنس البشر الإنسانية مسؤولية عن حماية التنوع الحضاري المنظمات الدولية هي من الجهات اللي بتعمل ابتحم هذا الإشي عزت تعاون الحضاري بين الدول حطت برامج اقتصادية ومالية بهدف تقليص الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة عقد لقاءات بين المفكرين والمبدعين ترجم الأعمال الإبداعية لمختلف الشعوب شجع التبادل التجاري والعلمي والتقني والثقافي والفني اللي عرف بحضارات الشعوب الأخرى وبذل الجهود أما الجهود اللي بتقوم بها الدول في تعزيز التعاون الحضاري في الأعمال الآتي عقد مؤتمرات وندوات حول أهمية التناول الحضاري إرسال بعثات طلابية للخارج صناعة الأفلام الوثائقية تعليم اللغات الأجنبية وتطبيق القوانين اللي تمنع العبث بالتراث أو صارقته إنشاء بنك معلومات إلكترونية عن تاريخ الحضارات دعم وسائل الإعلام هاي الجهود التعاون الحضاري أختبر نفسي شو اللغات غير المستخدمة في الأمم المتحدة الألمانية والهندية ما اللغة التي تسود في دولة واحدة من بين اللغات الآثية اليابانية ما أكثر العقائد الدينية انتشاراً في العالم هي المسيحية وعرف ما يأتي تناوع الحضاري تناوع التعدد بين مختلف الحضارات والثقافة زي تناوع في اللغات والأديان والعراق والعدات والتقاليد شو اليونسكو منظمة هيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بتحافظ على التراث الثقافي على مستوى العالم ليسيسكو المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة وتهدف للحفاظ على الثقافة والهوية الإسلامية والحفاظ على معالم الحضارة الإسلامية شو الجهود التي تبذلها من الموسات الدولية لتعزل تعاون الحضارة يعقد مؤتمرات يرسل بعثات طلابية يصنع الأفلام الوثائقية يعلم اللغات الإجنبية يطبق القوانين اللي تمنع العبث بالتراف وإنشاء بنك معلومات إلكترونية عن تاريخ الحضارة وتعم وسائل الإعلام وبين دور التنوع الحضاري في تماسك المجتمع وقوته بقدم المجتمعات من خلال تبادل الخبرات والمشاركة في بناء الحضارة وازدهرها اقتصاديا واجتماعيا وفكريا وواجهة التحديات التي تعترض سبيلها وعدد مظاهر تدل على العيش الإسلامي المسيحي المشترك في فلسطين سمع لهم بحرية العبادة وحرية التعبير عن الرأي ومشاركتهم في مناسباتهم الدينية وهذا هو يا حلوين الدرس نراكم إن شاء الله في الدرس قادم إلى اللقاء